الشخص حينما يتم ضبطه في قضية مخدرات الضبط هو آخر عمل وليس أول عمل في معلومات، في مراقبات في جمع أدلة وبراهين الشخص في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة الضبط هي مرحلة إنهاء القضية وليس مرحلة بداية القضية فأنا كل التفاصيل موجودة عندي كل الأمور موجودة عندي وأنا الآن في مسار أني الشخص هذا أقدمه للعقوبة وليس للنقاش معه أنا كل الأدلة موجودة كل البرهين موجودة لكن في حال أنك أفضيت أو تكلمت بمعلومات أكثر من الموجودة عندي هذا يكون لها دور في تخفيف العقوبة ونظرة القاضي لك بنظرة أنك لديك توبة ويفترض التوبة هذه تخف عليك العقاب فاعترافك لدي هو اعتراف لك وليس لي أنا